اعتراض دولي ويقليمي على اجراءات ميليشيا الحوثي ضد القطاع المصرفي بصنعاء واعتبرت اللجنة الرباعية الاقتصادية تلك الاجراءات تدخلا غير قانوني في عمليات البنوك المحلية مدينة في بيان لها اعتقال موظفي البنوك المحلية ومؤكدة على ان تلك الاعمال تهدد المدنيين وتضر بالاقتصاد الوطني البيان الصادر عن لقاء اللجنة الرباعية التي تضم الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا والسعودية والامارات قال ان تدابير الحوثي تعيق الواردات التجارية والمساعدات الانسانية لكن دول الرباعية التي اجتمعت لمناقشة التدابير العاجلة لمعالجة الوضع الاقتصادي والانساني لم تفصح عن الاجراءات العملية التي تؤدي الى تقوية الاقتصاد اليمني مكتفية بالدعوة الى دعم استقرار الريال من خلال دفع جميع الرواتب وتقوية البنك المركزي ويداع ارادات كانت ميليشيا الحوثي قد قامت باعتقال مسؤول في بنك التضامن واثنين من موظفيه بعد اقتحامه على خلفية رفض البنك الموافقة على دفع جزء من ارباحه للعام الماضي وفي الوقت الذي تستمر فيه ميليشيا الحوثي بابتزاز المؤسسات المصرفية يقف البنك المركزي عاجزا امام تدخلات التحالف في صلاحياته بانتظار وعود الدول الرباعية بدعم يحقق الاستقرار المالي وينقذ الاقتصاد الوطني ترجمة نانسي قنقر